هذا سائل أرسل بسؤال مهم شيخ وهو يقول أرجو من الشيخ أن يتحدث عن خطورة السحر من خلال الأحاديث النبوية وأولئك الذين يترددون على السحرة والكهان هل تبطل صلاتهم السحر كفر والعياب بالله تعلمه تعليم كفر ولا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ومن أتاهم فإنه يكون قد رضي بفعلهم فيكون عليه إثم عظيم ويخشى أن يكون حكمه حكمهم فيجب اجتناب السحر والسحرة والابتعاد عنهم والإبلاغ عن من يعلم أنه ساحر وهو في بلاد المسلمين يبلغ عنه ليأخذ على يده ويجرى عليه الحكم الشرعي حتى تطهر بلاد المسلمين من السحرة والمشعوذين موسيقى